أعرب وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي عن إيمانه بالدور الوطني الهام الذي يطلع به الأعلام المصري وقادة الرأي في تعريف الرأي العام بقضايا السياسة الخارجية وأهم التحديات التي تواجهها وتوضيح المواقف المصرية إزاء تلك القضايا جاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي مع عدد من رموز الإعلام وقادة الرأي والكتاب والأكاديمين في مصر حيث استعرض عبد العاطي أهم ملامح مبدأ الاتزان الاستراتيجي في سياسة مصر الخارجية وأكد أن أولويات السياسة الخارجية المصرية في الوقت الحالي ترتكز على مركزية دور المواطن وتطوير منظومة الخدمة القنصلية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف دول العالم فضلا عن حسن توظيف عناصر القوة النعمة لمصر والترويج لها